كالوس كيروش بالمناسبة وجه رسالة من خلال تويتر للعيبة المنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال في المرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم وقال لهم العد التنازلي لكاس العالم بدأ بالفعل 15 يوم فضلة أو متبقية على انطلاق معسكر للسعداد للسنغال وقال كيروش في رسالته للعيبة المنتخب مصر أنه بالسلوك الصحيح اللي أظهرناه فقط من قبل يمكننا النجاح وتحقيق الحلم المصري والوصول لتوقعاتنا وأهدفنا وطبعا الهدف الأهم هو الوصول لكاس العالم مباراة القاهرة صعبة 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 وتستحق من كل لعبتنا أن هما مش عارف هعملوا ده إزاي بصراحة لكن هما يبقوا في أعلى درجات تركيزهم وفي أعلى مستوياتهم عشان إن شاء الله نحاها نتيجة تطمننا على المواجهة الأصعب اللي هتكون فيه دكار